انا بدعو جهاز الخدمة الوطنية المحترم وبدعو المعنيين المسؤولين المعنيين افتحوا باب الزيارات الميدانية لشبابنا في الجامعات وشبابنا في المدارس عبر هذه القلاع الصناعية عايز مدارس وعايز جامعات تعمل زيارة للمجمع الصناعي وزيارات لمجمع الصناعي في بن سويس والسرور السماكية والأحرار السماكية في قناة سويس ونروح نشوف مصنع الغزة ونسيج خلي الناس والشباب والأطفال والتلاميذ طلبة يستشعرون بلدهم بتتبني شفوا قدم عينيهم مش كفاءة تلفزيون مش كفاءة الصحف مش كفاءة المواقع خلينا نغير الطريقة وناخد الناس أنا كلام ده شفته في اليابان شفته في اليابان بينقل الطالب وكأنه جزء من الدراسة مش فسحة مش فسحة مش مزحة لا ده سيستم تعليم وسيستم ربط وطن بمواطنين يلا ننقل ولادنا الطلاب والطالبات في الجامعات المصرية والمدارس يروحوا يشوفوا بلادهم فيها ايه المشروعات فيها ايه يحتكوا يشوفوا المهانسين بيشتغلوا ازاي والعمال بيشتغلوا ازاي يلا نتحول الى خلية عمل بلا توقف احنا محتاجين كتير زي الرئيس ما قال بنجري باقصى سرعة وباقصى طاقة لكن هذا لا يكفي لان احنا محتاجين كتير البلد كبيرة والشعب كبير ومئة مليون واحنا كنا ضايعين على مرضى الثلاثين أربعين سنة ضعنا حتى كدنا نسقط لكن الحمد لله ربنا سلم مبروك للشعب المصري هذه القلعة الصناعية شكرا لجهاز الخدمة الوطنية شكرا لكل المهندسين شكرا لكل العمال شكرا لكل من خطط وتابع هذا العمل شكرا سيادة الرئيس على هذا الصرح هدية من الدولة للمواطنين والهدايا تتوالى لن تتوقف الهدايا لانه الشعب يستحق الشعب بيصبر الشعب بيشتغل الشعب شمر الشعب مؤمن وانا بقول فعلا بقول للناس فعلا انتو ثقتك في محلها